مثل خير بشوية مكونات بسيطة حبتين من الزهرة وايه من اللحمة وشوية جبنة هعملنا صنف جديد زاكي كتير وفخم بالتقديم وحطوا تحت هاي الجملة خط كمان دايت ايوا دايت الزهرة او القرنبيت متل ما بقولوا بالدول التانية من الخضار المظلومة في ناس كتير ما بتحبها بس بالطريقة اللي رح اعملكم اياها اليوم مش بس انتو رح تحبوها كمان ولادكم رح يحبوها وياكلوا منها ورح يشكروك عليها كمان رح نعمل طاجن الزهرة بالجبنة والبيت الدايت وجنبه صحن سلطة وشكرا ما بدنا اي اشي تاني اهلا وسهلا فيكم على قناتي زينة في البيت اذا عجبك الفيديو لا تبخلي علي باللايك شايفين كيف شكل الاطعة من جوا من بيسدي انه هاي زهرة وزي ما قلتلكم طعمها كتير زاكي اول اشي بدي افرهم البصل عندي بصلتين حمر وسط بدي افرهم على ايدي فرم خشن ممكن تستخدم بصل ابيض عادي اذا ما بتحبوا كمية البصل تكون كبيرة بتفرموا بصلة واحدة بعدين رح اجيب الزهرة علشان اجهزها بدي اسلقها بتجيبوا زهرتين او تنتين قرنبيت يكون حجمهم برضو وسط هيك صغار شوي او واحدة كتير كبيرة طبعا هدول صلهم فترة عندها زي ما هلا رح تشوفوا فطالع هيك عليهم شوي اسود انتو بتقطعوهم قطع كبير شوي وبتشيلوا هذا السواد اللي عليهم علشان نشوف شو بدنا نعمل فيهم هلا على النار عندي مية مغلية علشان بدي اسلق الزهرة بتاخد معاكم مش اكتر من ربع ساعة ضروري انكم تراقبوها بدي اسلقها تطلع طرية بس لازم نحب تكون ماسكة حالها لانه اذا سلقت زيادة عن اللزوم رح تنهرس معاكم ديروا بالكم خلوا عينكم عليها بعدين رح احط على النار معلقتين من الزبدة طبعا الزبدة بتنفع بالضايت وممكن انتو تستخدموا الزيت عادي بس السمنة طبعا ما بتنفع ما بتنفع بالضايت بتنفع لو انتو مش عاملين ضايت بس بالضايت اكيد ما بتنفع وبدي احط البصل واحمره عبين ما ما بدي ايوخد لون كتير بدي اييد بل وهلأ بدي احط اللحمة عشان احمرها عندي هون اقل من 300 جرام لحمة اكتر من الوقية بشوية هاي لحمة مفرومة ناعم بس همي تقطيعها خشنة شوي تقطعوها خشنة شوي او ناعمة ما بتفرق زي ما انتو بتحبوا بعدين رح احط عليها حطيت زيادة معلقة من الزبدة حطيت ملح وفلفل اسود ورش من البهارات المشكلة يرش من الهيل الناعم رش من القرنفل رش من القرفة هاي البهارات اللي انا بحب احطها على اللحمة وانتو حطوا البهارات اللي بدكم اياها بتركها بس تستوي هون اخدت استراحة اختي عملت لسناك يعني كتر خيرة يعني انا قاعدة بطبوخي لها يعني فكتر خيرة اللحمة عندي استوات هلا بدي احط عليها معلقة كبيرة من معجون البندورة وفي اضافة هم معلقتين كبار من الكريمة هلا كريمة بالرجيم او بالدايت في رجيمات مثل رجيم الكيتو بيعتمد على نسبة عالية من الدهون فاختي قالت لي ضيفي معلقتين كبار من الكريمة يعني انتو ما عندكو لا تحطوا ما بتحبوا لا تحطوا هيك هاي اضافة من عندها يعني وبس هيك اللحمة عنها استوات هون الزهرة انا هيك صفيتها من المي السخنة غسلتها بمي باردة وردت صفيتها مرة تانية هلا بهاي الوصفة لازم انتو تشيلوا الساق او الجذع هدا اللي طالع شايفينه هلا بصراحة انا ما بعرف ليش لانه كل الاجزاء حيندي صارت طيية كل الزهرة هيشوفوا كيف انا بفرمها بهيك مكعبات صغيرة بكل سهولة بتكون تستخدمهم زي ما بدكم بس انا قلت خليني اتقيد بالوصفة وهدول السيقان بتقدروا تستخدمهم بايش حطوهم بالعجة مثلا طيب هلا بنفرم الزهرة هيك مكعبات صغيرة ونشوف شو بنا نعمل فيها الخطوة اللي بعدها انه احنا بنا نحط الزهرة على النار اه مع معلقة زيت او زبدة كبيرة عشان هيك شوية نشفها من الرطوب الزايدة وحلو انها تاخد معاكم لون خفيف هذا بحسن من طعمها بدل ما بس يكون طعمها مسلوق يعني هاي الحركة كتير مهمة هلا انتوا يمكن شايفين الخطوات بتغلب شوي بس والله هي بتستاهل هاي الاكلة عن جد بتستاهل بتستاهل لانها اكلة صحية وفيها كل العناصر هلا بتشوفوا لسه بدنا نحط عليها بيض وجبنة واشياء تانية فبصراحة هي اكلة متكاملة وبتشبع وصحية كتير فرمت الزهرة مكعبات وشوحتها على النار زي ما انتوا شفتو وهلا بدي اعمل الخلطة اول اشي عندي ست بضات ويمكن تحسوا انه ست بضات كتير بس هادا غدا بكفي صراحة ست سبع اشخاص يعني هاي الكمية بتعملكم كمية منيحة عندي ست بضات وبدي ابهرهم كتير منيحة بدي احط حوالي معلاء وربع صغيرة من الملح انا بحاول اعطيكم مقادير تقريبية بس انتوا بدكم تكتروا الملح والفلفل والابهرات علشان طعمة الزهرة بتكون قوية فالابهرات بتخفف من حديتها وطبعا تعطيها طعم زاكي ملح وفلفل اسود معلاء صغيرة توم بودرة معلاء او نص صغيرة بصل بودرة يفضل انكم تحطوا رشة من الكمون بس اختي حكت ما بيحبوا الكمون حطوا رشة من البابريكا رشة من البهار مشكل ومعلاء صغيرة من مرأة الدجاج البودرة لو عندكم بتكون هاي حتى بدون ملح او ممكن تحطوا مكعب مرأة دجاج بصير وحطينا كمان هيك معلاء صغيرة من الرحانة المجفف ممكن تحطوا اوريغانو ممكن تحطوا اي اعشاب تاني هلا انتوا شايفين هاي الخلطة ممكن تحسوا انها بتشبه العجة بس هي مش عجة نهائيا ولا حتى بتشبه العجة لا بالشكل ولا بالطعم بنخلط البيض كتير منيح وبنحطه على الزهرة بعدين بدنا نحط عليها الجبنة جبنة مزارلة الجبنة ضرورية كتير كتير ما رح يطلع طعمها قوي بس الجبنة ضرورية كتير علشان التماسك جبنة المزارلة بتعمل تماسك فبدنا نحط كباية من جبنة المزارلة المبشورة هيك انا بايدي حطيت كم شتين وهيك صارت عنا الخلطة جاهزة وهلأ بدي اعمل الطبقات عندي صحن بايريكس هذا صحن يعتبر صغير شوية بس رح يكون مليان تقريبا هو 16 في 8 حجمه هيك اشي حجمه صغير نوعا ما بس احنا رح نعبيه يعني الطبقات رح يكون هيك خميلة شوي طبقة زهرة بعدين طبقة لحمة بعدين كمان طبقة من الزهرة رح يطلع معاكم بالزبط متل شكل اللازانيا بالزبط كتير سهل والصحن هذا احنا ده النازل بدي كتير منيحة لشان نعرف نطلع القطاع او تدهنو زيت زي ما انتم بدكم واخر اشي على الوجه بدي احط زيادة من جبنة المزارلة هلا ازا ما بدكم تحطوا براحتكم بس انا حبيت هيك طبقة الجبنة اللي برا لما طلعناها من الفرن كانت هيك يمقرم شوزاكية برضو هاي اضافة من عندي طبعا لا تنسوا انه في جبنة جوال خلطة يعني هيك هيك احنا رح تكون الطبقات عندنا متماسكة بنرش جبنة قد ما بدناه بنحطها بالفرن ويفضل هيك شوي نغطي وجهها على حرارة 180 رح تاخد معكم حوالي 35 دقيقة واخر مثلا اربع دقايق بتحمر وجهها علشان تاخد معاكم لون حلو وهلا بدي اعمل سلطة بس هاي مش اي سلطة هاي سلطة مميز كتير سلطة البقلة ما بعرف اذا عمركم سمعتوا فيها هاي هي البقلة هيك بيكون شكلها مثل هيك القطرات الصغيرة وجذعها بيكون هيك احمر وناعم هاي النبتة في الغالب سبحان الله بتطلع لحالها بتطلع من رب العالمية بتكونوا انتوا زارعين بالبيت زرع وهي بتطلع هيك حواليه على ريحة المي طبعا اقرأوا عن فوائدها فوائدها لا تعد ولا تحصى بتغذي الجسم بتعالج الالتهابات بترفع المناعة ولا افيد منها وعلى فكرة كتير زاكية كتير زاكية بالسلطة كتير زاكية تحطوها بالسندوشات وفي ناس بيطبخوها مثل السبانخ وبيعملوا منها كمان فطاير اسمها البقلة وفي بعض الدول بيقولوا عنها البربير او الفرفحين كأنه في لبنان المهم انها مفيدة جدا جدا وصحية نسبة كمان للبقلة زي ما قلت لكم الناس او احنا كمان بندبلها على النار مع شوية زي زيتون وبصلة سبحان الله لما تطبخوها هي لحالها بتعطي طعم حمودة خفيف يعني لها هيك طعمة مميزة وزاكية كمان وصحية طبعا فاحنا اسرع اشي انه احنا نقطفها ونحطها بالسلطة هلأ بالنسبة للسلطة كتير سهلة اول اشي عندي بصلي حمرة بدي افرمها ناعم قد ما بقدر او بصلي بيضة وزي ما انتو صرتوا متعودين علي وبحطه بتتبيلة السلطة وبخليه منقوع البصل بيطرع وبتخفح ديته وكل طعمته هيك بتنزل بالتتبيلة بتعطينا طعم اضافي عندي عصير ليمونة كبيرة او ثلاث كباية من عصير الليمون ربع كباية من زيت الزيتون ملح وعندي رشة من السماء رشة من النعنع المجفف ورشة من الريحان المجفف اذا عندكم او اذا بدكم انا اتوقع هون حطيت نعنع وبعدين رح احط البصل رح اخلط المكونات احط البصل وبتركه منقوع بالتتبيلة 10 دقائق بالنسبة للسلطة بفرم الخيار وبفرم بندورة وفلفل اخضر بارد وبفرم كمان نعنع اخضر ورق بفرمه كتير زاكي بالسلطة وخفيف وبجيب وراء البقلة وبس بشيل شوية من الجذع الابيض اللي بيكون تحت بشيل شوية منه لانه عروق البقلة كتير نعمة بس هادي هي المكونات واذا انتو ما كنتو عاملين دايت بتقدروا تحطوا محلة اكبيرة من دبس الرمان بتعطيكم حلاوي بس اللي هون عاملين دايت فما بيحطوا اي نوع من انواع السكريات على الوجه بحط شوية زيادة من وراء البقلة بتقدروا تحطوا بقدونس بتقدروا تحطوا خس اللي بدكم اياه وبعدين رح اوزع خلطة البصل اللي قعناها بالتتبيلة هيك بيعطينا شكل احلى طبعا لما نيجي ناكل رح نخرط كل شي مع بعضه بس هيك شوية حركات علشان التصوير وطبعا السماء هيك عطاها شوية لون زهري فهلا رح تشوفوا كيف اللون بيطلع كتير حلو بالاخر وطلعت عروستي من الفرن ازي ما قلت لكم بتاخد معانا من خمس وتلاتين لأربعين دقيقة عشان نحمرها من فوق ومن تحت مش عارف شو صلي ساعة بسوي وبشرح وحمرت الوجه كتير منيح وطبعا طبقة الجبن هيك بتقرمش وبتتماسك طبعا قاعدة مهمة لكل انواع التواجن او المعكرونات او اي اشي بنحمره بالفرن وبدنا نقطعه لازم نتركه عشر دقايق يبرد شوي ويتماسك علشان نعرف نطلع القطع بشكل مرتب ولاننا تركناها ترتاح منيح طلعنا القطع بشكل كتير مرتب وطلع معاي ثمن قطع كبار والقطع عن جد بتشبع مع السلطة ما بتحتاجه اي اشي تاني وما بتصدق قدي طعمها زاكي لازم تجربوها ولا تنسوا انها ديت يعني كل الاشياء اللي حطناها فيها مفيدة وما فيها نشويات ما فيها سكريات ممكن تخففوا شوي من نسبة الدهون اذا حسيتوها عالية بس عن جد كتير زاكية وبتستهل انكم تجربوها وهيك خلصنا الفيديو جربوا الوصفة كتير زاكية ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا اللايك واشوفكم بفيديوهات تانية جديدة ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة